بسم الله الرحمن الرحيم كما نعيدكم دائما بأن نصور كل ما هو مفيد إن شاء الله لكم سنتحدث عن هذه الشجرة التي تشاهدونها الآن مزهرة بهذا الكثافة هذا اللون الأصفر نحن اليوم في تاريخ 15.5 لاحظوا كثافة النحل على هذه الشجرة إزهار كثيف رائحة قوية وكنت قد زرت هذه الشجرة صباحا وكان النحل أيضا يجمع منها حبوب اللقاح والآن نحن في فترة الظهيرة تقريبا وما زال النحل يزورها بما أن النحل يزور هذه الزهرة في الصباح وفي الظهيرة إذن هي مصدر لحبوب اللقاح ومصدر للرحيق بنفس الوقت هذه الشجرة هي شجرة البركنسونية وهذه الشجرة قمنا قد قمنا بتوزيع أشتالها على الإخوة النحالين خلال السنوات الماضية هذه هي إحدى النحلات وحاول أن نقترب حتى في ساعات الظهيرة ما زال هناك إمكانية جمع حبوب اللقاح من هذه الشجرة أيضا الآن هذه الأشجار مزروعة يبدو كأنها سياج بدون ريء في الأغوار في منطقة وادي الأردن نبت نموها سريع وأيضا تتكاثر بالأذور طبعا أنا أغلب الظن أن هذه الشجرة قد تكون فيها صفات قد تكون من الناحية البيئية سيئة الآن سأحاول أن أشرح ذلك لكن إجمالا إذا كانت تحت السيطرة إذا استطعنا أن نسيطر على هذه النبتة فلا شك بأنها نبتة مميزة وواعدة بالنسبة لمربي النحل إزهارها في منتصف شهر خمسة بعد انقطاع الحمضيات والربيع وقبل الدخول في موسم الشوكيات المتأخر كما هو الحال بالنسبة للربيض والينبوت والسدر والربيض طبعا هو نوع من أنواع السدر أيضا لكن كما تشاهدون فهذه هي النبتة أحببت أن أريكم إياها طبعا ورقتها رفيع جدا هذه الورقة وبسبب هذا الورق الرفيع فإن هذه النبتة تتحمل الجفاف هذه المنطقة أمطارها لا تتجاوز 300 مم مطر لكن يضاف إلى ذلك أن منطقة داد درجات حرارة مرتفعة جدا أي أن التبخر عالي جدا حتى أستطيع أن أشاهد نوع من أنواع النحل الطنان أيضا يزور هذه النبتة فإذن هي نبتة ليست فقط مفيدة للنحل وإنما مفيدة لأنواع أخرى من النحل الطنان وهو أيضا ذو قيمة مهمة جدا في البيئة كملقحات كما أسلفت فالخوف من هذه الشجرة كما تلاحقون فإن هذه الشجرة هي ربما الأم ولكن هناك شجرة بجانبها أصبحت جديدة مما يعني أن هذه النبتة لديها القدرة على التكاثر والانتشار لوحدها دون أن يكون هناك أي نوع من أنواع السيطرة عليها هذا بالنسبة لنا أيضا قد يشكل خطر من الناحية البيئية لأن هذه النبتة قد تصبح نبتة غازية وإذا أصبحت نبتة غازية فقد تصبح من الصعوبة بمكان السيطرة عليها ولكن إذا ما زرعت في مناطق مثل هذه المناطق جافة وحارة وربما لا يوجد الكثير مما هو موجود في هذه المنطقة فلا بأس أن تكون هذه الشجرة قادرة على العيش ضمن هذه الظروف وأن تكون ذات فائدة لا أعلم حقيقة فيما إذا كان الأغنام ترعى على هذه الأنواع من الأشجار لأننا دائما نبحث عن نبتات تكون ذات هذه أيضا الشجرة صغيرة هذه يبدو أنها انتشرت حديثا أو بدأت في الظهور حديثا وصوت النحل بالنسبة لي واضح يبدو أن كثافة النحل كانت في الصباح الباكر أكثر منه الآن مما يعني ربما أن هذه النبتة قد تكون مصدر أغنى لحبوب اللقاح منها للرحيق خصوصا إذا ما عرفنا أنه الآن ربما بعد وصول إلى درجات حرارة مرتفعة الأشجار التي تشاهدونها على الجبل هذه هي أشجار السدر المفترش أو الربيض وهي الآن في إزهارها وأعتقد أنه الآن النحل يزورها لأنه نسبة الرحيق فيها ربما قد تكون أكثر من هذه الشجرة هذه سنحاول الاختراب أكثر من شجرة السدر المفترش أو الربيض ونعم كما هو متوقع لاحظوا أن النحل بكثافة عالية جدا على هذه الشجرة فإذا هناك تزامن ما بين إزهار البركنسونيا وإزهار السدر المفترش لكن نحن نعرف أن السدر المفترش هذا هو مصدر للرحيق جيد لكنه مصدر ضعيف لحبوب اللقاح فإذا ما كانت شجرة البركنسونيا غنية جدا بحبوب اللقاح فإن ذلك يعني تكامل ما بين شجرة البركنسونيا والربيض أو السدر المفترش من حيث تزامن الإزهار إذن من خلال هذا الفيديو تعرفنا على نوعين من الأشجار الشجرة الأولى اللي هي البركنسونيا والشجرة هذه كلكم جوز تعرفوها هي شجرة السدر لكنها نوع من أنواع السدر المفترش أمنيات التوفيق للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة